بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين من قياس تعليمية مادة الرياضيات رقم واحد سنة الرابعة رياضيات إعداد الأستاذة طالب طبعا المحور الثالث وهو تعليمية مادة الرياضيات والدرس التاسع طبعا والآخير وهو الاتجاهات الحديثة للرياضيات تاسعا الخورزميات الرياضية ومهارتها طبعا نواصل في إطار مفاهيم حول الرياضيات طبعا نواصل في هذا الإطار أولا المفهوم الخورزميات تشكل التصنيف الثالث من المعرفة الرياضية ويهتم هذا النوع بتدريب عفو الثلاميذ على الأعمال التي تطلب منهم وتنفيذها بطريقة معينة يتروح بين تطبيق قاعدة أو إجراءات تحتاج إلى عمليات عقلية أخرى عمليات عقلية أخرى أعلى إذن فالخورزمية هي طريقة العمل بإجراء معين من إخلال تنفيذ الخطوات بشكل متسلسل والمهارة هي القدرة على إجراء الخورزمية بسرعة وذقة وإتقان كبيرين تعتبر هذه المهارة من المهارات التي يجب أن يمتلكها المتعلم وتبقى معه في مراحل متقدمة من العمر وذلك بسبب أهميتها في حياته مع تطور التقني وأجهزة الحاسوب وآلات الحاسبة لا بد من تعلم تنميذ الخورزميات والمهارات الأساسية في الرياضيات وهذا من أجل فهم الرياضيات فهما واعيا وربطها مع بعضها البعض طبعا الخورزمية مهمة بالنسبة للتنميذ وكذلك تبقى معهم إلى حتى مستوى الجامعي لغاريزم مهم يطبق في المستوى الجامعي المسائل الحسابية إن المسألة الحسابية أو الرياضية هي موقف جديد يتطلب من المتعلم التفكير فيه وتحليله واستخدام ما تعلمه سابقا للوصول إلى الحل الجديد ولقد اهتمت المناهج الحديثة للرياضيات بتنمية التفكير لدى المتعلمين تستمد مهارات حل المشكل أهميتها من علاقتها بالتفكير ويرى جون ديوي أن خطوات حل المشكلات على صلة بخطوات التفكير المنتج والفعال وتركز المناهج الجديدة على أسلوب حل المشكل لقد نشر المجلس الوطني المشري في الرياضيات في المولايات المتحدة الأمريكية مهارات أساسية لمنهج مادة الرياضيات المدرسة وحل المشكلات باعتبار حل المشكل وسيلة لإطارة الفضور الفكري وحب الاستطلاع ويعتبر حل المسألة وسيلة ذات معنى للتدريب على المهارات الحسابية وإكسابها معنى وتنويعها كما يتم تطبيق القوانين والتعميمات في مواقف جديدة أخرى فالمسألة الحسابية طبعا مهل مشكلة في المرحلة المتوسطية أو تحتفل في التانوية والجامعية بمعنى حل اللغاريسمية حل الأسية حل كثير الحدود حل المميز دلطة إلى آخره عبارة عن مسائل طبعا حسابية وهي داخلها في التحليل الجبر والتحليل يوجد فرق بين مفهوم السؤال ومفهوم التمرين ومفهوم المسألة الحسابية السؤال موقف يتطلب من التلميذ استداء معلومات من الذاكرة آنية للإجابة عنه للإجابة مثلا عملية ضرب أو استداء معلومات مخزنة في الذاكرة كمثال بسيط مثلا أو علاقة إلى آخره استحضارها في موقف جديد مباشرة الآني التمرين موقف يهدف إلى إجابة المتعلم من قيام بمهارة أو تدريب يستند إلى معلومة مثلا أوجد القصور التالية الجواب هو أثنين بمعنى هذا مثال هذا كمثال بسيط جدا ليس في مستوىكم لكن كمثال بسيط طبعا هنا استداء مهارة قد يستدعي الطرح مثلا التوحيد المقامات ويستدعي الجمع ثم إختزال ثم الإختزال ثلث مهارات فيه من أجل حل التمرين كمثال بسيط أما المسألة الحسابية فهي موقف ريادي جديد يتعرض له المتعلم ولا يوجد حل جاهز لا يوجد حل جاهز فيفكر فيه ويستخدم ما تعلمه سابقا ويتمكن من حله مثلا عندنا دالة أو دالة لابد من حلها ليس لها حل جاهز لابد من حلها أولا عندنا مجموعة تعريف ثم النهايات ثم المشتقى ثم الوصول إلى المرحنة البيانية وأخيرا الاستنتاج أو التعليل بمعنى ليس لها حل جاهز فعل التنميذ أولا حلها واستخدام مهارات وخوارزمية سيكون ديجا تكون مدروسة طبعا خطوات حل المسألة الرياضية قد وضع جوش بوليا أربع خطوات لحل المسألة ألف قراءة المسألة وفهمها تتطلب هذه الخطوة الإجراءات التالية قراءة المسألة بدقة وعناية وفهم ومعرفات المعنى اللغوي لكل جملة تحديد المعطايات هي تحديد المعلومات والبيانات التي يحتاجها التلميذ لحل المسألة تخديد المطلوب يمكن القول أن المتعلم قد أنجز حل المسألة بابتكار خطة الحل تتطلب هذه الخطوات الإجراءات التالية تنظيم المعطايات والمعلومات تحديد المعطايات الضرورية التي تستطيع الوصول إلى الحل المطلوب مثل الجمع أو الضرب أو الأس أو إلى آخره التحويل أو قسمة مثلا أو اختزال مثلا أو إدراج علاقة رياضية في علاقة أخرى إلى آخره أو قانون إلى آخره كل هذا من أجل خطوة من أجل حل المسألة تنفيذ الحل الذي يعتبر من أسهل خطوات حل المسألة لأنها تتطلب إجراء عمليات حسابية وهي في الأصل العمليات تتم التدريب عليها مسبقا أخيرا مراجعة الحل يراجع المتعلم الحل أو العمليات الحسابية أو أي تمرين أو مسألة رياضية بدقة ومن خلال حل المسألة بطريقة مختلفة وقد يحل المسألة بطريقة مختلفة من أجل الوصول إلى نفس الإجابة وانتهى الاتجاهات الحديثة لتعلم الرياضية إن استراتيجية التعلم هي الأفكار والإجراءات التي تستخدمها المتعلمين لإكمال التعلم المهام ونحن نعلم جميعا أن المعلمين أو الأستدادة يستعملون العديد من استراتيجية التدريس لمساعدة التلاميذ على التعلم وستراتيجية التعلم هي الأذوات التي تمكن الثلاميذ من توظيف مهاراتهم وأنمط التفكيرهم المختلفة للوصول إلى إتمام المهمة المطلوبة ولقد تحددت استراتيجية التدريس في ما يريد طبعا سنعطي بعض استراتيجية التدريس المهمة في تعلم الرياضيات أولا استراتيجية التعلم التعاوني يبنى التعلم التعاوني على الاحتماد المتباذل والإيجابي بين مجموعة صغيرة من الثلاميذ حول موضوع معين ومشترك ودات دامعنا والمشاركة والمناقشة فيه من خلال تبادل المعلومات والتفاعل المباشر مع بعضهم البعض فيشجعوا بينهم جو من الألفة والتعاون فيهدفوا إلى تحسين وتنشيط الأفكار التناميذ فالتحاول والتشاول يساعدوا في تقوين استنتاجات الإيجابية التعلم التعاوني مهم جدا في بناء المعلومات بمعنى تفويج التناميذ ضروري والإشراف طبعا والتوجيه يكون للأستاذ فالتعليم التعاوني يساعد على تنمية أنماط التفكير المختلفة توظيف المعلومات توظيفا صحيحا تصحيح الخاطئ بالنسبة للتناميذ بل التناميذ يكون لديهم فهم خطأ فيصحيحون أخطاءهم بنفسهم كذلك تقوين عادات إيجابية بالاحتماد على بعضهم أو الاحتماد على بعضهم البعض وليس الاحتماد على شخص واحد داخل القسم هذا طبعا كأول استراتيجية استراتيجية التعلم التعاوني طبعا الإسنتاجات الصحيحة وتزداد بإزدياد أعضاء مجموعة واستجاباتهم الصحيحة وتكون التغذية الراجعة أكثر فعالية والنجاح هو النجاح كل مجموعة وليس نجاح تلميذ واحد فقط فأنشطة التعلم التعاوني تمكن الثلاميذ من احترام بعضهم البعض وفهم أهداف وحاجات زملائهم وتشجعهم على أن يكونوا مسؤولين عن تعلماتهم ويعرف جوش بأنه التعلم تعالي طبعا بأنه تقنية ينجز فيها التلاميذ أعمالهم كشوراكاء في مجموعات صغيرة من خلال تناولهم لأنشطة دراسية تساعدهم في عمليات التعلم طبعا وهذه المجموعة تكون مكونة من أربعة أفراد لا فوق ما تحت بمعنى اثنين ثلاثة أربعة فقط وليس نجاح التعلم التعاوني وضع جيسيكو طريقة فعالة تعتمد على ما يلي تشكيل مجموعات متكونة من ثلاثة إلى ستة أفراد متبينة في التحصيل بمعنى ستة في الجزائر قلوب الزاف لأنها تدب الفوضى ستة أفراد متبينة في التحصيل الدراسي ما بين المتوسط والمرتفع والمنخفض طبعا المنخفض واحد اثنان مثلا اثنان نجابة وثلاثة قد نقول متوسطون ربما اختيار وحدة تعلمية بمعنى اختيار مواضيع مختلفة للمجموعات المختارة تكليف المجموعات بدراسة المواضيع المطروحة والبحث فيها بعد مناقشة خطة العمل يطاء الوقت الكافي للمجموعات من أجل البحث والتنظيم والترتيب طبعا هذا يتم عن طريق مثلا التقديم وحدة تعليمية دراسية مثلا في مادة رياضية صعبة نقول في الأعمال الموجهة مثلا في تاريخ الجغرافية أو اللغة العربية مثلا وحدة مثلا الجزائر الكبرى أو مثلا قد نقول الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية أو مثلا الثورة التحريرية الكبرى كل تلميذ كل مجموعة تقوم بإعداد تقرير شامل حول الموضوع طبعا هذه في الدول المتقدمة الأستاذ لا يقدم الدروس جاهزة للتلاميذ بل يعطيها مرئوس أقلام أو نقاط والتلميذ هو الذي يقدم الدرس بنفسه بمعنى التعليم الموجه وكذلك التعلم الذاتي وإعطاء الوقت الكافي للمجموعات من أجل البحث والتنظيم والترتيب المعلومات في الرياضيات يمكن أن تكون في المسألة الإدماجية بمعنى كل تلميذ أو مجموعة عندما ننهي الوحدة التعليمية كل مجموعة نعطيها مسألة إدماجية في كل محور من أجل تقويمة قبل الامتحان في المسألة الإدماجية نستطيع تقديم هذا النوع من التعلم التعاوني مناقشة وتقديم الموضوع أمام المعلم أو الأستاذ والمجموعات وإعطاء تقديم فورية بمسألة كل فرد من أفراد المجموعة طبعاً هو صعب التحقيق في الجزائر نظران لضيق الوقت واقتضاد التلاميذ في القسم لأن هذا النوع من التعلم يستدعي تلاميذ أقل في القسم إن تطبيق التعلم التعاوني في تدريس المفاهيم والمهارات الرياضية في مراحل التعليم يشعر تنمي بسهولة مدى الرياضيات فهي نشاط تجعل المتعلمين يجمعون بيانات رياضية ويعبرون عن نتائجها ومناقشتها معاً فتنمي للتلاميذ روح التعاون والتفكير الجماعي وله أن تعلم الرياضيات يلزمه العمل الجماعي فيشعرون بالراحة عند حل التمارين الرياضية بمعنى هذا نطبقه فقط في المسائل الإدماجية والأنشطة الرياضية عند حل التمارين الرياضية كفريق وتساعدهم على اكتساب المهارات والعمل الجماعي والتواصل اللغوي طبعاً واحترام بعدهم البعض داخل حجرة الدرس وخارجها طبعاً هذا النوع من التعلم التعاوني في مواد التقنية أو العلمية يقول إما في التطبيقات أو التطبيقات فقط سواء فيزياء أو إلكترونيك أو ميكانيك أو تطبيقات مادة الرياضيات بمنى الأنشطة والتمارين والمسائل الإدماجية أما في الدرس الأدبية فحتى في الدرس يستطيع التلميذ تكوين درس أو محور حول موضوع معين على طريق البحث والتنقيب والتقصي من خلال الفرقة المكونة طبعاً هنا يقولوا قد أربع أطفال نظرنا لكينات الدباء الفوضى بين التلميذ أربع تلميذ كأقصى حد يعني اثنين ثلاثة ربعة استراتيجية التعلم باستخدام الحاسب الآلي لقد أشار بيل إلى أن استخدام الحاسب الآلي في تدريس الرياضيات تكسب التلاميذ مهارات عديدة كالتحليل والتركيب ويشير ماديسون إلى أن الهدف الرئيسي من استخدام الحاسب الآلي في تعلم الرياضيات هو إثارة التلاميذ ودفعهم إلى التحليل والتركيب وتطبيق الرياضيات بأنفسهم طبعاً هذه المهارات مش موجودة عدنا في الجزائر لا في التعليم الابتدائي ولا المتوسط ولا حتى التاناوي لكن دول متى كالأردن دولة متقدمة جداً ولا حتى نظم تعليم التاحة من خلال الانترنت فهي تتخدم الحاسب الآلي في تعلم الرياضيات وجميع المواد الأخرى أو اسمها الرياضيات في المخبر استراتيجية التعلم بطريقة الاستكشاف الموجه يحدث التعلم عندما نقدم المادة ناقصة أو غير مكتملة للتلاميذ فنشجع على تنظيمها أو إكمالها وهي عملية تضمن اكتشاف العلاقات القائمة بين هذه المعلومات والتعلم الاستكشافي في مزايا عديدة تتلخص فيما يلي طبعاً هي جيد وغير جيد استكشاف الموجه تحسين الذاكنة وانتقال أثر التدريب والتعلم بالقوة الدهنية تولد المعرفة التي تؤدي إلى حل المشاكل فيمكن المتعلم من اكتشاف أقصر طرق الحل تزيد الدافعية للتعلم بالاحتماد على التعزيز الداخلي ويشير وليم عبيد بأن ما يتعلمه تنميل في حالة التعلم بالاستكشاف يكون له معنى ولا ينساه بسهولة ويحتفظ به في ذاكرته مدة أطول بما التعلم بالاستكشاف هو شيء إيجابي وشيء غير إيجابي بمعنى إذا كان موجه فيبحث عن المعلومة ولا ينساها ويحتفظ بها طبعا في ذاكرته الأطول وقت ممكن واكتشاف حلول مختلفة الماديا كان موجه إذا كتشف الاستكشاف عفوا حر فهذا لا يخدم التعليم ولا يخدم المادة ولا يخدم الأستاذ بمعنى فيضيع الوقت تلميذ وقته في الفراغ فلا يعرف من أين بدأ وأين ينتهي يكون التعليم طبعا استكشاف الموجه وهذا ما نستخدمه الآن طريقة حل المشكلة هو تعليم استكشاف موجه بما التلميذ يصل إلى الحل قبل الأستاذ طبعا ويكون موجها من طرف الأستاذ تكمن أهمية استخدام طريقة الاستكشاف الموجه في تدريس الرياضيات في النقاط التالية تعزز قدرة المتعلم على نقل ما تعله إلى مواقف جديدة بمعنى تعزز قدرة المتعلم على نقل ما تعله إلى مواقف جديدة فيشعر بمتعة تعلم الرياضيات يكون التلميذ في حالة نشاط دائم ومتفاعل مع المواقف التعليمية والتنمية الفكر الرياضي يتعلم التلميذ إطارة صياغة أسئلة بسيطة للوصول إلى الاستكشاف التركيز عن العمليات العقلية العلياة كالاستنتاج والتفسير والتحليل والتركيب والاستخلاص القوعد والتعميمات والاستخدام القدرات العقلية كالتفكير والتذكر والتخيل مثلا والاستنباط والتحليل التذكر والتخيل والفهمة والترجمة ترجمة الذاكرة طبعا إلى آخره كل هذه يتدخل في عملية الاستكشاف الموجه أو تعلم عن طريق حل المشكلات أو التعلم الداتي بمعنى أن الإنسان يصل الحل بنفسه عن طريق عمليات وقدرات عقلية مختلفة استراتيجية التعلم الفردي يرى بيل أن التلميذ يختلفون في القدرات الرياضية ومهارات حل المشكل وللخلفية الرياضية والتعلم الفردي هو طريقة لإدارة عملية التعليم فيندمج التلميذ في مهام تعليمية تتنزم محاجاتهم ومساوياتهم وخلفياتهم المعرفية يعرف بيج التعلم الفردي على أنه عملية معقدة لمقابلة احتياجات كل التلميذ على حدى ويتضمن تغذية رجعة ويتعلم التلميذ بسرعته الخاصة بين التعلم الفردي كذلك لديه مزايا بمعنى كل تلميذ يتعلم بسرعته الخاصة أو بمستواه الخاص إذن يتمد التعلم الفردي على معدل أداء المتعلم ويرتبط بقدراته ويراعي بطيء التعلم كما يرتكز على نظرية سكينر للتعزيز الفوري كما أنه يضم وحدة تعليمية صغيرة ضمن برنامج تعليمي تكون تحت إشراف وتوجيه الأستاذ أو المعلم وتعتمد على التعلم الذاتي كما يمكن استخدام الحاسب الآلي بمعنى أن نستطيع هذا التعليم الفردي يكون لدى بطيء التعلم أو دوي صعوبات تعلم الرياضية تستخدم لديهم التعلم الفردي ويعتمد على قدراتهم الخاصة وليس في القسم وليس مع مجموعة كبيرة من التلاميذ طبعا في المدارس الخاصة لبطيء التعلم في الجزاء القليلة جدا 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 بعد وضع وحدة تعليمية صغيرة ضمن برنامج تعليمي ثم يتدارك النقص الذي يكون للتلميذ عن طريق التعزيز الفوري أو التغذية الرجعة الفورية لسكينر ثم عندما يستطيع التلميذ ضبط المعلومات والوصول إلى نتائج جيدة فقد يدمج في القسم أو في المجموعة الكبيرة ترجمة نانسي قنقر